القادمين في وسط وشمال البلاد بعد سبت ماطر بنحو أربعين مليمترا في تارودانت أمطار أواخر مارس بأية تأثيرات دولياً مصر على أبواب الرئاسيات شارع يقتسم السيسي المرشح القوي ومرسي الرئيس المعزول بين من يؤيد ومن يعارض احتقان شعبي ودماء في القاهرة بعد قرار تخفيض أسعار 800 دواء المراجعة ستشمل قريباً ألف دواء جديد في ظاهرة نفتح السؤال التالي هل 12 ألف صيدلية في المغرب مستعدة للمراجعة ساعة قليلة قبل أن ننتقل إلى التوقيت العالمي زائد 60 دقيقة بلغة الطاقة تعادل ناقص مليون درهم يومياً في الكلفة الطاقية والتفاصيل بعد لحظات من الآن أهلا بكم إلى تفاصيل الظاهرة أمطرات والتساقطات التي سجلت ليلة البارحة في منطقة سوس والنواحي وصلت إلى نحو 40 مليمتراً في تارودانتو أزيد من 20 مليمتراً في أجادير أي تملول أمطار في أواخر شهر مارس لها الأثر الإجابي على المساحات المزروعة ونموذجنا من نواحي الدار البيضاء معك جليلة بن فتان عبد الله أيتابي فرش فصل الربيع بساطه الأخضر على الأرض وبقدوم أخرجت الأرض خيراتها رغم أنه لم يمر أسبوع على استشرافه إلا أن السماء جادت بأمطار الخير خلال يوم أمس إلى حدود هذا الصباح أمطار استبشر بها فلاحوا منطقة بسكورة الذين التقينهم صباحاً هذا اليوم جاءت شتازينة كالبهيم كانوا جاءنين في الأول دابا البهيم عندنا الماشية ولات مزيانة بالنسبة للخيل بالنسبة للغلم بالنسبة للبقر بالنسبة للزراع كان في الأول ديال حال سخون كان دار بيابس وبالي الصباح شتاعت نبت ديك الورقة دياله الحمد لله كانت نفاء نود نفاء بهيمات ونفاء الفلاحة كاملة من رأس إلى رأس وصيرتو هذه المعزوزية المعزوزية فيها الخير بزيف والخرطال أكتر أكتر لأننا قد نديروا منه الفوراج إن شاء الله وكن نزرع عليها الدران نزرع عليها الحمص الفول جلبانة كل شيء هذه المعزوزية كانت تخدم لنا التساقطات المطارية الأخيرة همت مختلف مناطق المملكة خاصة الشمالية الوسطى والشرقية حيث سجلت المقيس عليها بتردت بـ 37 مليمتر أيت ملول 23 مليمتر مركوش 10 مليمتر وأدنى سجلت بفاس بـ 3 مليمتر من نسبة لها التراب الجوية إن شاء الله سيستمر في مناطق داخل البلاد خاصة المناطق الشرقية خلال اليوم غدا إن شاء الله بعد التساقطات الضعيفة اللي غدتهم أقص الشمال المغرب فيما بعد ذلك سيكون تقص مستقرا وحسب مديرية الأرساد الجوية يتوقع وصول الطراب جوي جديد البلاد بداية الأسبوع القادم سيعطي تساقطات مطارية مهمة يومي الثلاثة والأربعة ورشيديا دمن المناطق التي تعرف حاليا شحا في الأمطار سنوات عجاف توالت تراجعت معها مساحة الرعي المحددة في أربعة ملايين هكتار ونسبة العجز المائي تصل اليوم إلى أربعين في المئة وبالتالي ترتفع كلفة الكلاء لدى مربي الماشية ومرأة شريح حسن سكوري العجز الهيدرولوجي المقدر بحوالي أربعين في المئة أثر بشكل سلبي على الأراضي الرعاوية بإقليم الراشدية أزاد من أربعة ملايين هكتار من المراعي الشبهي الصحراوية لم تعد تؤمن الكلاء الكافي لرحل المنطقة السنوات الأخيرة عرفت شحن في الأمطار وهذا أثر سلبا على الغطاء النباتية ندطر للترحال مرات عدة بحثا عن أراضي صالحة للرعاية أنفق شهريا مليون سنتيم من أجل توفير الأعلاف ولا أستفد من أي دعمنا من طرف الدولة ولمساعدة مربي الماشي عبأت وزارة الفلاحة إمكانيات مالية قدرت بعشرة ملايين درهمة من أجل دعم الأعلاف المركبة والشعيرة وزارة الفلاحة هو وعي كل وعي بهذا الوضع وتقوم بمجهودات لتخفيف على العبء الكسابيين من اقتناء الأعلاف والهدف من هذا توفير الأعلاف المدعمة هو الحفاظ بطبيعة الحال على القطع المنتج من الماشية وكذلك على استقرار الأتمنة بالأسواق نشير إلى أن إقليم الراشدية يتوفر هذه السنة على مليون رأس من الماشية رغم الظرفية المناخية الصعبة خلال السنوات الأخيرة ما بين مدينة آسفي وسبتكزولا نقطة بيئية سوداء مطرح للنفايات يجمع الصلبة والسائل منها والكميات التي تطرح هناك تتسرب إلى الفرشات المائية تدررت بشكل كبير كما تؤكد دراسة بيدالية أجريت مؤخرا نتائجها تسائل من يدير الشأن المحلي في سبتكزولا نديلوبي على سطح هذه البركة المائية الراكدة تسبح كل أشكال التلوث الصلبة والسائلة ويحيط بالبركة ذاتها مكب عشوائي للنفايات الصورة تظهر بشعة الوضع لكنها تعجز عن نقل الرائحة الكريهة